يسارع الناس عادة إلى الطبيب عندما يشعرون بالألم في أبدانهم لكنهم يترددون في الإقدام على هذه الخطوة عندما يسوء وضعهم النفسي وربما يخجلون من الإفصاح عما يحدث معهم من أعراض من قبيل الأفكار السيئة والخوف والتصرفات الغير منطقية وهو ما يعرف بالوسواس القهري خلونا نتعرف على هذا المرض مع الدكتور رياض جبار أخصائي الطب النفسي عبر برنامج زوم حياك الله دكتور شكرا بالخير أهلا بكم مرحبا مرحبا بكم دكتور شو تعريف محدد للوسواس القهري لا رحمة الرحيم أولا حب أشتر الأخوة في قناة الظفرة وأرحب بالأخوة المشاهدين تسلم شكرا الوسواس القهري هو أحقد افترابات القلق نعم ونقصد بالوسواس القهري بصراحة هو الوسواس القهري هو شقي يعني الوسواس اللي نقصد به الأفكار بعض الأفكار اللي تلح على الشخص وتتكرر خارج إرادته يحاول يبعدها عن بلاك نوميك الأفكار ما زالت متكررة وملحة والقهري هو هذه الأفكار تجعله يعني يعمل فدعمه المعين حتى يحاول السيطرة ويقلل من نسبة القلق مثلا الشخص اللي عنده أفكار عن التلوث لو فرضنا أو عن النظافة اللي يسويه حتى يعادل هالفكرة هذه يروح يخسل إيده لكنه هو في هالحالة يحاول يقلل من نسبة القلق اللي تنتابع نتيجة تكرار فكرة أنه يدي مثلا إيدي ما زالت وصخة وإيدي ما زالت مو نظيفة ويخسل إيده ويخسل عشرين مرة بس المشكلة أنه القلق يروح لفترة دقائق بس بعدين يرجع مرة ثانية ويضطر عيد الحالة نفس الشيء الوسواس هو فكرة والقهري هو الفعل اللي صاحب الفكرة أو اللي ينتج عن الفكرة دكتور بالنسبة لنقطة معينة يعني شو هي الأعراض اللي تأشر على الإصابة بالوسواس القهري يعني أنت ذكرت نقطة أنه مثلا لو واحد يهو وسواس في التلوث فيروح يخسل إيده وايد يعني فهل هذا يعتبر عرضه شو الأعراض اللي تي معاه بعد هي العادة الأمراض الوسواس القهري هي أكثر أكثر الأعراض أول شيء التلوث والخوف من التلوث ثانيا الشكوك بعض الناس سرعتهم شكوك إنه مثلا الباب ما مقفول أو الغاز مفتوح أو السيارة ما قع في الهزيان أو أنا دعا أمشي بالسيارة دعا أسوق وممكن دعمت لأحد وما انتبهت ويرجع يتأكد الثلاثة اللي هي حب النظام يعني دائما الشخص يحب كل شيء مرتب في مكانه في مجرد أي تغيير بأي شيء ياخذ من عنده ساعات حتى يحافظ على وضعه بطريقة معينة وممكن يصير بطريقة خوف من أن يأد يعني ممكن يعمل عمل مؤذي للآخرين أو عدوان يعني تجي فكرة أنه أضرب هذا الشخص في قدامك هو ما عنده الرغبة ولا عنده النيا يضرب ويعرف أنه الأفكار هي أفكاره وهو مسيطرة عليها مو تجي فكرة من الخارج ولا حد مسيطرة عليها حتى نقول هذا وهم هو يعرف هذه الأفكار ما لها قيمة ويعرف ما لها معنى بس تجي فكرة وتلح عليه تقول له أضرب هذا الشخص أو مثلا يخاف ليكون ليأدي إلى اعتداءات مثلا جنسية على الآخرين اللي حوله فكلها من هن نوع من أساوس مثلا الأم تخاف تخاف تمسك السكين في المطبخ لأنه خاف تضرب أولادها مثلا فمن هيش نوع يعني تتكرر بكثرة أما موضوع يعني هذه كلها هي خلنا نقول أعراض اللي تظهر الأعراض الفعلية اللي تظهر هو الشخص اللي مثلا يروح يقسل إيديا كثير يكرر الغسل أو الشخص اللي مثلا يتشيك روح يفتح الباب أكثر من مرة بيشوفه انقفل أو الغاز انقفل مرة يتأكد من عنده أو بعض الأحيان الفعل مو بالضرورة يكون يكون منظور ممكن يشخص بداخل الفكرة مثلا يعيد ذكر أرقام معينة أو يعيد كلمات معينة يظل يعيدها بينه وبين نفسه أو يعيد صلوات معينة يظل يعيدها أيضا بناء على أفكار أنه أنا يكون كفرت استغفر الله استغفر الله استغفر الله ويظل يعيدها مع نفسه وهكذا فكل هذه هي أعراض يدل على وجود مشكلة طبعا الوسواس القهري هو يعني ما يأدي للجنون حتى رسنا عرفه الميزة وهو من أعراض القلق وإلى علاج وهو يصيب النساء والرجال بصورة متساوية وعادة ما يبدأ في مرحلة المراهقة صحيح صحيح دكتور رياض هو صح أنت ما قلت أنه ما يأدي للجنون بس يخلي الشخص متوتر زيادة عن لزوم وأنا أعطيك مثال مثلا عندي أنا شخصيا بس ما أدري إذا أنتبت شخصة أنه وسواس قهري أو شو بالضبط مثلا إذا شفت إذا صرت أي مكان شفت المكان مو بمرتب ما أقدر أي لس لازم أرتب لازم يعني أخلي المكان هذا يكون مرتب هل هذا يعني نوع من أنواع الوسواس نقدر نقول إحنا بس خلينا نفرق بين الشخصية الوسواسية وبين مرض الوسواس القاهري لأنه الشخصية الوسواسية هو شخص يعني عنده حب الترتيب حب النظام حب أنه يسوي البرفكشينيزم إحنا نقول عليه دائما شي يكون يعني يسوي على أكمل وجه بحيث مثلا هذول النوع من الناس هم طبعا كل شي حبهم أرباب الشغل لأنه ما يطلع الشغل إذا ما يطلع على أتم وجه وطبعا دائما يكون مرتب منظم يكتب رسالة بطريقة صحيحة يبعث الإيميل بطريقة يمكن عيد 10-15 مرة حتى تأكد يطلع صحيح بس بالنتيجة يكون هو منتج وما يأثر على عمله وما يأثر على داء متى ما الأفكار أو الأفعال تؤدي إلى استهلاك الوقت معظم الوقت الشخص يضطر يعيد العمل مرات ومرات وبدأ يأثر على إنتاجيته فإحنا دخلنا في المرض فلهذا الشخصية الوسواسية هي شخصية منتجة لكنه على صاحبها مجعبة طبعا الوسواس القهري هو مرض ينتج عن ضعف الإنتاجية والفعالية دكتور في أسباب مباشرة ممكن تكون هي السبب في الإصابة بالوسواس القهري يعني شو السبب المباشر اللي يخلي الشخص ينصاب بهذا الوسواس السبب طبعا ماكو سبب محدد بس هي عادة أسباب بيولوجية وأسباب بيئية البيولوجية أكثر شيء هي يعني طبعا حالة حال باقي الأمراض النفسية معظمها تكون هي نسميها عدة أسباب تشترك مع بعض حتى تسبب الإصابة البيولوجية ممكن تتعلق بنسبة بوجود موصلات معينة مثل موصل السيروتونين اللي بداخل الدماغ لما ينزل مستوى يؤدي إلى حدوث الوسواس وإحنا طبعا نستخدم أدوية للعلاج هي حتى ترفع مستوى السيروتونين هذا ويحس المريض بالتحسن فهذه وحدة من الأسباب طبعا البيئية قد تكون إليها علاقة بطريقة التربية منذ الصغر لما الأهل يلحون على الطفل مثلا كثير على أن مثلا ينظف نفسه يرتب الأمور يروحي لحمام في عمر مبكر ولازم تعرف هذه الأشياء من الصغر تخلي الطفل ينمو وبشخصية دائما يكون يعني يعني عنده نوع من القلق والتوتر نحو النظافة نعم دكتور رياض هل في فرق بين المصاب بالوسواس القهري وصاحب الشخصية الوسواسية اللي عنده أفكار وسواسية شو الفرق؟ الفرق بينهم أنه هذا الشخص الصاحب الشخصية الوسواسية شخص منتج ومرتب ومنظم ويؤدي عمل بطريقة ممتازة طبعا هو يتحمل عبئها لأنه صاحب كثير من القلق والتوتر حتى يؤدي العمل بالطريقة الصحيحة لكنه هو منتج وما تأثر أداء عمل علاقات الزوجية علاقات بالناس اللي حوله بينما الشخصية الوسواسية المرضية الشخص سيستهلك كل وقته بينه وبين نفسه مثلا أنا عندي مريض ساكن ببناية بالدول 14 ينزل بالليل فتخمس 6 مرات حتى يتأكد بار السيارة مقفول ولا لا ومريض آخر يمشي هو يمشي بالسيارة كل شوية يوقف سيارته ويروح يشوفرها يقول يمكن أني دعمت لي واحد مريض آخر مثلا يطب الحمام يبقى يسبح بالحمام أربع ساعات المي مفتوح وهو بعد مداخل تحت المي لكنه مجرد حتى ينوي أنه راح يسبح ويكون طاهر للصلاة فأهله اضطروا يجبون خزانين مي يخلوهم مع بعض حتى بس تكفي في الغسلة الوحدة فهذه لما يوصل المريض إلى هالحال هذا طبعا هذا أثر على نشاطه أثر على فعالياته أثر على دراسته القلق هذا المستمر ولفترة طويلة يؤدي بالنتيجة إلى كآبة ثانوية فالشخص يبدأ مكتئب لا يوجد الرغبة يطلع النوم لا يضطرب الأكل تضطرب مجموعة أعراض أخرى نسمي أعراض الاكتئاب ستكون أيضا مصاحبة للحالة فعلا بالنسبة دكتور للأضرار على الصحة العامة للمصابة بالوسواس القاهري في أعضاء تتأثر من هذا الموضوع طبعا الشخص الوسواسي أكثر الشيء اللي يتعلق بالنظافة يجون ديهم تكون يعني الجلد يكون مسلوخ من النظاف من كثر ما يغسل إيده يعني يعني يخلص يوميا في الصاب وانتين أو ثلاثة بس مجرد يغسل ويغسل ويغسل وعيد الغسل فمعظمهم يراجعون لطباء جلدية لأنه يصير التهابات تانوية بالجلد نتيجة التشققات يصير بالغسل وغيرها يعني 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 تعرف تعتمد على نوع الوسواس الموجود هل مثلا بس عادة هي اللي تتعلق بالنظافة وكثرة الغسل احنا طبعا يعني الناس اللي يعانون من هالأمور يعني بس حتى اطبق إلى موضوع العلاج لأنه مهم جدا الأخوة المشاهدين كلهم يقولون هل الناس اللي يعدهم وسواس قهر يتعالجون طبعا يتعالجون ويتحسنون ويوصلون إلى مرحلة العلاج الكامل حتى الوسواس هو طريقة العلاج هي شقين أو شق دوائي ونستخدم الأدوة مثل المذكرة اللي زيد نسبة السيروتونين وبالنتيجة راح يتسبب يعني تقلل نسبة القلق اللي يتعلق بالوسواس وأكد طبعا طريقة ثانية هي طريقة العلاج المعرفي السلوكي اللي هي يعني ممكن احنا مثلا خل اضرب لكم مثل مثلا الشخص اللي عنده خوف انه يمسك اشياء التي تجي جراثيم بايده احنا شنسوي نقوله يعني طبعا مو على جلسة وجلسة يعني الجلسات متكررة نخلي يمسك الشيء اللي هو يعتقد بي وصاقة ونمنع أن يغسر ايده يسموها يعني يعني اكسبوجر يعني احنا نخليه يتعرض للموقف لكنه نمنع ان يغسر ايده او احنا نعملها موديلينج مثلا احنا قدامه نمسك الشيء اللي هو يخاف من عنده وشوفنا وبعدها نروح نزمشي بديناه او ناكل او نشرب فنعملها فنكون لنا مثال بحيث يقدر يعرف ويكتشف انه الموضوع ما بي الخطورة اللي هو يتصورها هذه كنت جلسات من من العلاج السلوك المعرفي اللي يسوها الاخوانا لخصائي النفسيين وطبعا تكون مثمرة وتساعد مع تناول العلاج بالطبع نعم دكتور رياض هل في صلة وصل بين مرض الوسواس والفوبيا مثلا الشخص اذا كان عنده فوبيا من الاماكن المرتفعة هل نعتبر هذا وسواس في صلة من بينها الصلة اللي بينهم هم اثنين هم بسبب القلق يعني هم امراض القلق تحت عنوان القلق يعني القلق اسباب يعني تحت عنوان كثيرة من ضمنها الوسواس القهري من ضمنها الخوف الخوف اللي تقولي حضرتك اللي هو الفوبيا انواع طبعا ممكن يكون اكو رهاب اجتماعي اكو ممكن يكون رهاب من المرتفعات اكو خوف من المنظر الدين الأماكن المظلمة مثلا خوف من المياه خوف من المرتفعات طبعا كلها هي الخوف هو شنو الخوف هو لما يكون الشخص يبدأ رجفعل ما يتناسب مع نسبة ما يتناسب مع نسبة المحفز يعني أنا مثلا يعني يكون ناس يصير عنده خوف دع نقول من المرتفعات طبعا هو يفترض بالشخص الطبيعي خلينا نقول كلنا بالبداية الخوف هو جزء مهم في حياتنا لأنه الشخص المخاف يتعرض لخطورة يعني يتعرض لخطر فهي إذن مهمة نحن نقول يعني إلها تخلي ديمومة الحياة بدون الخوف الطفل إذا ما يخاف ممكن يمسك النار ممكن يوقع من المرتفع الخوف هو إلى وظيفة لكنه لما يكون الخوف مبالغ به ويعيق الشخص مثلا كناس يخافون من الارتفاعات ما يطير ما يسافر يعني هو حاجز نفسه في مكانه في بيته الناس اللي يأتون خوفه من الناس نسموه ما نحن أو الرهاب الاجتماعي يعني هذا ما يروح جامعة الرهاب الاجتماعي ما يروح للجامعة ما يروح للشغل يبقى قاعد بالبيت يكون قسم ما يطعون أصلا من البيت يبقون قاعدين لسنوات فالقصد الخوف يعني ما بي أفكار ملحة حتى نفرق من الوساوس الخوف هو مجرد مبالغة في ردة الفعل على محفز يعني ما متناسبة بينما الوسواس هو أفكار متكررة وملحة سواء تكون بالكلمة أو صورتي للشخص وهو يعرف هذه أفكار الشخصية يعني مو أفكار مسلطة عالية لكنه ما يقدر يوقف يقاومها ويفشل في مقاومتها دكتور هل نقدر نقول أن الوسواس القهري مرض خطير طبعا الخطورة هو لما الشخص يبدأ يبقد وظيفته لما ممكن حياة العالية ما تستمر ممكن لما الشخص يبدأ ينعزل عن المجتمع لما الشخص يمر بحالة اكتئاب والاكتئاب يتطور وتصاحبه أفكار انتحارية هنا طبعا لازم نكون نخلنا نقول يعني أكو فد فد علامة خطيرة ولازم نعرف أن هذا الشخص يحتاج إلى مساعدة لأنه بس هو المرض لو لو مبكرا بدأ العلاج الشخص طبعا يستجيب وما رح تتطور إلى مراحل اللي احنا قلناها نعم نزين دكتور نحنا سمعنا عن أنواع من الوسواس في بعض في بعض وسواس حركي وسواس ذهني شو الاختلاف من بينهم يعني الذهن اللي أنا قلت لحظت تسموها يعني نحن نسميها الأشياء الذهنية مثلا واحد يعيد الصلاة بينه وبين نفسه أو يعيد يحسب يحسب أرقام أو يحسب خطوط اللي يديمشيها خطوط الكاشي هذا مثلا أو يحسب عدد الأعمدة الكهربائية هذه كلها منتل يسموها أفكار يعني وساوس ذهنية إنه الشخص متبين عليه بالمظر لكنه بينه وبين نفسه هو يحرك شفايفة ويعيد بالصلاة أو يعيد أو يحسب أرقام أو لازم يكرر مثلا رقم معين أو أغنية معينة أو ما شابه بينما الحركي الوسواس الحركي هو الشخص اللي يخسل إيدها مثلا أو الشخص اللي ينظف المكان أكثر من مرة أو الشخص اللي تشيك الباب أكثر من مرة دكتور هذول الحالتين أو حركة معينة يقوم فيها بالنسبة الوسواس الذهني كيف يتم المعالجة هل من الأفكار أو كيف بالضبط سؤال جميل إحنا طبعا دائما نوصل الأخوة اللي عندهم إحنا نقفت شيء تكنيك هو اسمه طريقة السيطرة على الأفكار الفكرة هذه لما تجي إحنا نقول للمريض نقول الفكرة لما تجيك إذا أنت تفتح لها الباب وتسمح لها تدخل وتبدأ أنت تجاريها وتفكر بها راح تلصق عندك فإحنا دائما نقول للمريض أول ما تجيك الفكرة حاول تشغل نفسك اشغل نفسك برياضة اشغل نفسك بمكالمة صديق روح غني روح صلي روح سوي أي شيء مجرد اشغل نفسك حتى لا تبقى قاعد إيدك على خدك وبس تتفكر وتجاري الفكرة والفكرة بس مجرد تبدأ ما راح تنتيلي أنها مثل كرة الثلج تكبر 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 وتبقى تديره برأسه وما يقدر يتخلص منها فهو بالممارسة مع مرور الوقت لما يعيد يعني يقدر يسيطر على نفسه بحيث يوقف الفكرة الوسواسية ذاك الوقت راح ينجح وتخفف نضغط عنه نعم أنزين دكتور متى نحنا نقدر نرجع للطبيب هل يمكن للشخص أن نفسه يقدر شخص إصابته بنفسه أنه في وسواس قهري طبعا الطبيب إحنا دائما نقول إذا أكو أي عراض تعيق الشخص تأثر على نومه تأثر على شهيته للأكري تأثر على علاقاته بالآخرين تأثر على عمله وتواصله يعني القلق هو أنواع الوسواس واحد منهم الخوف نوع آخر إحنا دائما نقول المراجعة الطبيب مبكرا ما تخلي الأمور تتفاقم وتساعد المريض على يفهم علت شنو لأنه تعرفين إذا واحد مايراجع ويفهم شنو يدوخ بين الأطباء يراجع اختصاصات مختلفة ما لها علاقة يعني أشخاص اللي يعدهم نوبات هلع مثلا يقضون كل وقت ومراجعون بعيادات بالطوارئ وعيادات القلب وعيادات الأخرى هو يصير عنده أعراض أشبه بأعراض القلب نسميها نوبة هلع هو عبارة عن خوف شديد ومع خفقان مع ضيخ بالنفس بس إذا بس مجرد طبعا يأدي الفحوصات وكلها نتيجة تطلع سلبية يقول للطبيب روح راجع طبيب نفسي معظم الناس يترددون لما يقول طبيب نفسي الأدوية النفسية يعتقدوها أدوية سبب الإدمان وأدوية بعد لا يستطيع يتركها ومختلف الاعتقادات وكلها طبعا ما لها علاقة ما لها أي صحة الأدوية التي نستخدمها كلها أدوية ما تسبب إدمان ولا تسبب تعويض وكلها تكون تحت إشراف طبعا لما يكون تحت إشراف الطبيب تعطى بطرق معينة ولفترة معينة أيضا فأنا أطمن الأخوة كلهم الأخوة المشاهدين أن هذا الموضوع المراجعة الطبيب النفسي نشجحها لأنه ممكن تعيق أو تأثر على وضعها تأثر على عادة تأثر على المجتمع كامل بصراحة وتفاد أمور سلبية فعلا دكتور عندي نقطتين نقطتين ثانين بعض الأحيان أو مثلا أنا في حياتي عندي ناس أو أصدقاء أعرفهم حريصين عند الحرص الزايد على فعل شيء مثلا لازم يحرص أن الباب تسكر فبين الحرص وبين الوسواس القاهري أتوقع في شعره كيف نوزن بين هذه الاثنين وكيف نعرف أن هذا الشخص هل هو حريص بزيادة أو عنده وسواس قاهري وفي نفس الوقت هل ممكن نقدر أن نقول إذا الشخص كان خايف أن يجرب شيء يديد في حياته هل يعتبر عنده وسواس قاهري هو الشيء اللي يفرق بين أي تصرف بنا طبعا إحنا كنا بداخلنا إحنا مجموعة صفات يعني إحنا عندنا شوية وسواس عندنا شوية قلق عندنا شوية كآبة عندنا شوية فصام عندنا شوية بخول شوية كرم كلها موجودة يعني إحنا عبارة عن باقة مختلطة من كل شيء لكنه جاية بطريقة متناسقة الشخص الطبيعي ما تظهر عليه صفة معينة أكثر من غيرها لكن الشخص اللي تظهر عليه صفة مثلا تبرز عن باقة الصفات وتضغى على شخصيته وتطي تنطي يعني فدع عنوان هذا ذاك الوقت احنا نقول هذا الشخص مثلا مسواسي بس هو مو معناها صار عنده مرض وسواسي هو عنده حرز عنده عنده يعني نوع طبع معين بداخله هو هذا الصفة اللي هي تخلي دائما يريد الأمور بطريقة صحيحة بطريقة مرتبة بأحسن ما تكون متى بس احنا هاي النقطة المهمة متى هالموضوع هذا يأثر على عطاءه وعمله وفعاليته احنا نسميها functioning متى ما تتأثر هالوضع يبدأ يأثر على حياته بطريقة سلبية ذاك الوقت احنا نقول دخل في خانة المرض ولازم يتعالج فعلا لكنه طالما هي ممأثرة تبقى هي مجرد صفة من صفات الشخصية وما تعني أي شيء يعني أكيد دكتور شكرا لك على هذه المعلومات وكل الشكر دكتور رياض جبار على تواجدك معنا لليوم شكرا جزيلا لك شكرا للمشاهدة